لأي مدى المواطن حيستفيد من العودة لألفين وتمانية إنه الشوء تبقى أرخص هل ده حاجة حنشوفها قريبا؟ أكيد بالطبع لأن النهاردة قولنا المواطن بدل ما يبني على سبعين في المية هيبني على مية في المية بدل ما يعمل مثلا في الأربعة دوار أو الخمسة دوار اللي يتم السماح بيهم هيعمل عشر وحدات سكنية لا هيعمل تلتاشر وحدة فالتكلفة هتقل مش هتزيد فنشوف إن خفاض في الأسعار العرض هيزيد طبعا في المحافظات فهيبقى فيه إن خفاض في الأسعار إن شاء الله والأضافة لحاجة مهمة يعني إحنا قلنا العمالة اللي هتشتغل ما هو ده برضو مواطن النهاردة إن قطاع مواطن البنى ده مقاولين هيشتغلوا في المحافظات اللي هم صغرين مقاولين هي الناس دي كلها ما هتشتغل وهيخش لها فلوس هتصرفها فيه هتنزل تصرفها هتشتري بها أكل شرب ملابس هتحرك الحركة التجارية بصفة عامة هو متوسط سعر الشقة كان دلوقتي في المدن أبتكلمش على المدن الجديدة ولا السحل الشمالي متوسط سعر الشقة أنا عايز أقول لحضرتك يعني ممكن تجيب شقة مئة متر بخمسمائة ألف وممكن بستمائة ألف وممكن بربعمائة ألف على حسب كل منطقة الحاجات الوحيدة في المحافظات مش هنتكلم بقى على مدن معروفة بعينها يعني الأرخص الأسعار رخصة جدا لأن النهاردة فيه ناس بتسكن على المحارة عمري بيه يعني فيه النهاردة واحد عنده مت متر بنيهم وساكن فيهم وعايز يبنوا لابنه شقة وظروفه على قده فيها يكمل يدهن ما يدهن شيء آه 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 فالأسعار هتبقى مرخفضة هتفك على المواطنين بصفة عامة في كل محافظات مصر وفي الحقيقة احنا بنشكر كل من ساهم في إلغاء القرارات دي لأن احنا يمكن بنطلب بيها من أكتر من سنتين أول ما طلعت أول ما طلعت بنطلب بنات ألا احنا نطلط فيها في الأعلام من أكتر من سنتين أنا على مشكر حضراتك شكرا جزيلا وخلينا نشوف التطبيق التفاصيل دايما والشيطان في التفاصيل ونشوف التطبيق هيبعمل إزاي ونشوف ده هيؤثر على حركة البنات في مصر إزاي دي طبعا صناعة أهمة جدا بالنسبة للناس اللي بتشغل فيها وبالنسبة للناس اللي بتعمها بشكركم شكرا جزيلا شكرا لك بشكركم شكرا